عليقك على باين ميونيخ والأهلي مبدئياً فيه تلات حاجات لازم نتكلم عليهم أول حاجة إنه لازم جمهور النادي الأهلي يدعي العالم مرفوعاً لإني لازم أن يكونوا فخورين بما قدموا الفريق اللي موجود دلوقتي على مدار الموسم سلسية دوري كاس أفريقيا بيلعب سامي فاينال منديال أنديا مش مطالب أبداً إنه يكسب باين ميونيخ عشان أثبت للناس إن أنا أستحق إن أنا أكون موجود في المكان ده اللعبة اللي موجودة تستحق كل 11 لعب أين كان مين اللي 11 لعبه يستحقوا إنه هم يكونوا موجودين في المكان ده عملوا شيء تاريخي يجب إن جمهور النادي الأهلي يكون فخور بي نقطة تانية إنه لازم نشكر مجلس دارة النادي الأهلي على شيء مهم جداً هو التخطيط للفريق ده الأهلي في 2018 وفي 2017 و2018 بيخسر في نهائي تشاملز ليج موسمين واربعة الموسم اللي بعده 2019 بيخسر بنتيجة كبيرة جداً من صندوانز في جنوب أفريقيا بخمسة صفر والفريق الشبه بينهار نفسياً منك إنك تقدر تلم الدنيا دي وتقدر تحتوي الأمور نفسياً وتقدر تحتوي اللاعبين وتدعم عليهم وتقوي النقاط الضعف بتاعتك إنك والموسم اللي بعده تقدر تفوز ببطولة أفريقيا من خصمك التقليدي التاريخي نادي زمالك على السادة القاهرة ده شيء كبير جداً لازم جمهور النادي الأهلي يكون فخور بي ويكون فخور بمجلس إدارته بيخطأ بنقول بيخطأ فيه أخطاء أكيد فيه أخطاء ولكن المجمل نجاح لازم الجميع يعترف به لإدارة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي النهاردة أنت كده بتقول لنا كلام علمي مش علمي لو قلنا كلام شاعري لا 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 كلام علمي ده تحليل ده كيف